خلونا ننتقل لموضوع تاني وزارة التعليم العالي بتطلق تحذير على ايه اقولك احنا عارفين بعد ما بنخلص السنوية العامة ولدنا بيخدوا بياخدوا السنوية العامة على اختلاف شهاداتها وما الى ذلك وبيبقى الناس طول الوقت تفكيرها في انه طيب انا هلتحق بكلية ايه في جامعة ايه حلو علشان التحق بكلية ايه في جامعة ايه لازم ابقى دقيق جدا في اختياري يعني ايه ابقى دقيق جدا في اختياري يعني اولا وانا باختار بالتأكيد لازم اختار الحاجة المتفقة مع ميولي والحاجة المتفقة مع المواد اللي انا درستها وامتحنت فيها ودرجاتي فيها يعني قدراتي على تحصيل العلم من خلال هذه المواد اللي انا امتحنت فيها وانا في السنوية بتاعتي او في حصولي على شهادت السنوية بس كمان في حاجة مهمة النسياتك تبقى دقيق وحذر وانت رايح تقدم ورق ابنك او بنتك او حضرتك اذا كنت اللي هتقدم بشكل مباشر لنفسك في الكلية في الجامعة في المعهد جو مصر برا مصر الى اخره لازم تتأكد ان ده مش نصبايا لازم تتأكد ان ده مش شيء وهمي فوزارة التعليم العالي بتقول لو سمحتوا يا جماعة احنا بنطلق تحذير اهو خلي بالكو في كينات وهمية ومعاهد غير مرخصة وبيتعامل بالفعل لجنة لضبط هذه الكينات الوهمية لضبط هذه الكينات غير المرخصة خلونا ناخد معنا على التليفون مستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي اهلا بيك افن مساء الخير زكرا السيد يوسف مبارسة الحرق طي ازاي صحة حضرتك وحضرتك بالصحة والسلام الحمد لله يا فنم ربنا يا كريم ربنا خليك احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل هل فعلا لسه في ناس بتنصب على المواطنين بدعوة ان هذا معهد وهذه كلية وهذه جامعة وبتبقى كينات وهمية ودور الوزارة ايه دا يا فنم للأسف حضرتك طبعا بتتكلم بمنتهى الصراحة احنا في مكتب التنسيق وايام مكتب التنسيق مع حضرتك تفضلت وقلت كل الكليات موجودة على موقع التنسيق صحيح عندنا في كل جامعة في كل محافظة جامعة حكومية وعندنا 27 جامعة خاصة وعندنا 182 معهد خاص وعندنا 45 معهد حكومي وعندنا جامعات اهلية وجامعات دولية يعني عندنا جميع انواع التعليم موجودة خاصة للأسف ان بعض الطلباء يحلوا لهم انهم يروح قدامهم في كيان غير معطرف به او غير معتمد احنا بنقول للطلباء اي حاجة او اي كيان مش مسجل او مش موجود على موقع وزارة التعليم العالي فهو كيان وهم والوزارة دي تكليف المعالي الوزير وبيساعدنا في هذا جميع الاجهزة المعانية في الدولة لمحاربة هذه الكيانات لان هي بتاجر باوهام الطلبة وبعدين بتهم الطلبة ان انا بديك شهادة في السياحة في التمريد في العلاج الطبيعي بتختار نوعية من التعليم تجذب الطلبة لها يعني ايه طيب الوزارة اكيد عاملة لجنة علشان خاطر تقدر تعمل ضبطيات لهذه الكيانات الوهمية طبعا كويس نشاط اللجنة دي بدأ بقاله قد ايه وهل هو مستمر في هذا النشاط بيقوموا بعملهم ازاي احنا بقلنا خمس سنين بنواجه هذه الكيانات الوهمية يعني احنا من خمس سنين اللي عنا دلوقتي يعني دهمنا او قفلنا 268 كيان وهمي ولجنة الضبطية الخضية منتشرة في جميع المحافظات يعني بكرة اللجنة موجودة في مكان وبعده موجودة في مكان واي مكان بيتاجر باهم الطلبة الوزارة مش هتسيبه يتاجر باحلامهم وبيلعب بمصائر الطلبة فاحنا بننصح الاماكن دي وبعدين فيه برضو يا سيد يوسف ايوه فيه دور كبير على الطلبة اولاء امورهم اولا الطالب ووليه امره عارف ان هذا الكيان غير معترض به من نزار التعليم العالي يعني انا معظم الطلبة ايجي اقولك اصلا احنا عارفين هم تحكوا علينا الكلام ده ما ينفعش الطالب ووليه امره احنا كل اسبوع او كل اسبوع بناسبة ثلاثة اربع او اربع اه اه بيانات علامية بنحصر الطلبة من هذه الكيانات وللأسف زي ما يكونوا الطالب مصرر ان يروح لهذا المكان ايه بيبقى سر الاسرار من خلال متابعتكم وملاحظاتكم يا فن طبعا الكيان الوهم ده طبعا صاحبه بيبقى يعني بيتلاعب يعني بيشوف الطالب ايه الحاجات اللي هي ده ما بيقوله كده ماشية في السوق يعني يعني ايه التمريد علاق طبيعي سياحة فندقة الكلام اللي الطالب او ليه الامر يشوف ان الطالب ده ممكن يلاقي فرصة عمل بعد كده وللأسف ان الطالب يروح هذا المكان وبعد تلات اربع شهور او سنة يجي يجي يجعل لنا كوزارة يقول لنا انا رحت المكان ده واتناصب علي فاحنا بننصح الطالب وبنقولهم الدولة مش مؤسرة في في توفير جميع الانواع التعليم في مصر حكومي اهلي خاص جماعات تكنولوجيا جماعة اهلية كل انواع التعليم موجب في مصر ايه ليه يجبر الطالب او وليه امره انه يتوجه لهذا الكيان اللي هو غير معطرف من وزارة التعليم العالي احنا عندنا جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بيها والشهادات المعدة من قبل المجلة العالي للجامعات ده موجودة على موقع وزارة التعليم العالي حلو جدا طب اخيرا معلش الكلام بيجيب بعضه افندم افترضنا ان ولي الامر عاوز يا ابنه يتعلم في مكان ما خارج البلاد هل برضو على موقع الوزارة هلائي الجامعات والاماكن التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي المصرية تمام كويس او ان حضرتك في نقطة دي جميع المؤسسات التعليمية اللي في الخارج المعدة شهاداتها في مصر ده موجودة على موقع المجلس العالي للجامعات حلو اصلا احنا في جيلي زمان كان حضرتك اكيد تتذكر ده كويس كان فيه بعض الطلبة مجابوش مجميع بتاعة كليات الطب في جامعات مصر فسفروا على جامعات في رومانيا والمجر وبعض من دول اوروبا الشرقية البعض التحق بجامعات معتمدة وكويسة وتمام والبعض وقع في الفخ تمام كنا ده بيحصل زمان بقى يعني انا ليه اصحاب وقريب وقعوا في الفخ ده وكانه طبعا حدوتة يعني كلنا هنا عرف ناس وقع في هذا الفخ ده دلوقتي خلاص ما بقاش ينفع يبقى موجود لانه كل حاجة موجودة عندي على الموقع بتاع الوزارة صح كده كل الجامعات المعترف بيها على مستوى الدول العالم موجودة على موقع المجلس العالي للجامعات يعني الطالب قبل ما يسافر يخش ادخل على موقع المجلس العالي للجامعات يشوف الجامعة دي ايه ان ممكن الطالب يروح ينخي اخد شهادة وهي مش معادلة في المجلس على الجامعات صح يبقى الطالب صرف فلوس وضيع من وقت وضيع من عمره ويرجع تاني الى الشهادة دي مش معادلة من المجلس على الجامعات وبعدين في النقطة دي بتاع الجامعات اللي كان بيسافروا لها في الخارج الدولة جابت فروع جامعات دولية موجودة في مصر يعني الطالب انا برضو اقول كلمة الطالب معدشو لحجة ان هو يقولك انا سافر هتعلم برا تسروع جامعات اجنبية محترمة موجودة في مصر جامعات خاصة موجودة في مصر كل انواع التعليم موجودة في مصر مظبوط وعند جامعات اهلية عاملة بروتوكولات مع جامعات كبيرة موجودة في امريكا وفي اوروبا وفي اليابان انا عندي كل حاجة كل حاجة موجودة في مصر كل انواع التعليم موجودة في مصر اللهم زيد اللهم بارك أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة وعلى هذا الإضاحة سيد عطى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالية